شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول الورع عن محارم الله ونتحدث عن هذا الموضوع ضمن النقاط النقطة الأولى الورع عن محارم الله فريضة عينية النقطة الثانية الطريق إلى الورع النقطة الثالثة بركات الورع عن محارم الله أما بالنسبة إلى النقطة الأولى الورع عن محارم الله فريضة عينية على جميع المكلفين بعض الأفراد يتصورون أن الورع عن المحارم مفروض على مراجع التقليد أو مفروض على القباط أو مفروض على أئمة الجماعة لأن العدالة شرط في مرجع التقليد وفي القاضي وفي إمام الجماعة ولكن هذا التصور ليس صحيحا الورع عن محارم الله فريضة عينية على كل مكلف ومكلفة كل رجل وكل إمرأة بلغ سن التكليف هذا يجب عليه أن يتصف بصفة الورع يعني بحيث يكون مؤهل لإمامة الجماعة من هذه الجهة ومن هذه الناحية كان واحد يقول إذا أردتم أن تعرفوا قدر الرجل لاحظوا أن زوجته تقتدي به أو لا تقتدي به لأنه إحنا بعضنا لنا شخصيات كاذبة في المجتمع في البيت تظهر شخصية الفرد الحقيقية زوجة الفرد عادة تطلع على خفايا الفرد أنه يطالع الأفلام الخليعة أو لا يطالع مثلا أنه يفعل المحرمات خفية أو لا يفعل إن تلاحظوا أن زوجته تعتقد به أو لا تصلي خلفه أو لا وكذلك الأم الأم ينبغي أن تكون مؤهلة لإمامة الجماعة إذا أردتم أن تعرفوا قدر هذه الأم لاحظوا أن بناته يصلون خلفها جماعة أو لا يعتقدون بها أو لا إذا سألتم من الأولاد أبوكم عادل أو معادل إذا سألتم من البنات أن أمكم عادلة أو معادلة يجيبون على ذلك نعم ونحن حاضرين أن نصلي خلفها الورع فريضة على كل مكلف ومكلف وهذه فريضة عيني طبعا الشيء الذي يبدو أن هذه الفريضة ليست في عرض سائر الفرائض وإنما هي تمثل مرآة إجمالية تعكس لنا جميع الفرائ إحنا كم محرم من المحرمات عدنا وكم واجب من الواجبات عدنا القدر الذي أحصاه الوالد رحمه الله في كتابه المحرمات إحنا عدنا حوالي سبعمائة محرم والذي أحصاه الوالد رحمه الله من الواجبات في كتابه الواجبات إحنا عدنا حوالي خمسمائة واجب الورع عنوان إجمالي يعكس الإتيان بجميع هذه الواجبات بالمقدار الذي هو محل الإبتلاء وترك جميع هذه المحرمات بالمقدار الذي هو محل الإبتلاء المبحث الثاني الطريق إلى الورع عن محارم الله الورع فريض عيني وكلنا نحب أن نكون من الورعين هذه فطرة الله التي فطرنا عليها إحنا كل واحد في كمون يعني في أعماق نحب أن نكون أتقياء ونكره أشد الكرح أن نكون ملوثين بالخطايا والذنوب أحيانا واحد والعياذ بالله إذا ارتكب محرم ولو المحرم فيه لذة آنية ولكنه يعقبه شعور عجيب بالانحطاط والتلوث شايفين أحيانا واحد بدن مثلا لم يذهب إلى الحمام لمدة عشرة أيام لأن ما يماكو انقطاع المياه إشلون شعور يعتريح يشعر بالتنفر من بدنه أحيانا واحد والعياذ بالله إذا تورط في محرم يشعر بالانحطاط الروحي ويشعر بالتفاه ويشعر بالمرارة كلنا كلنا نكرح التلوث وكلنا نحب الورع عندما تنقل لنا قضايا الأتقياء قضايا الشيخ الأردبيلي رحمة الله عليه أو الشيخ الأنصاري أو ما أشبه ذلك أو ابن صاحب المعالم ابن صاحب المعالم صاحب المعالم له ولد هذا كان آية في الورع كما كان آية في العلم والفضل أشياء عجيبة ذاكرين في ورع ومن جملة الأشياء التي نقلوها في أحواله أنه سمع أن أهل البلد الكذائي بلد من البلدان لا أذكره الآن أن بعض أهل ذلك البلد لا يؤدون زكاة أمواله هذه من الأشياء العجيبة الزكاة جدا نادرة فيما نعلم في المجتمع الحنطة الشعير التامر الزبيب هذه الغلات الأربع الإبل البقر الغنم هذه الأنعام الثلاثة الذهب والفضة هذه الأشياء فيها زكاة واجب ولعله تقيد كثير من الأفراد بهذه الفريضة قليل ما أعلم أنتو شايفين في حياتكم مر عليكم أن واحد أعطى زكاة أمواله مع هذا التأكيد الهائل في الروايات والآيات نقل له لابن صاحب المعالم أن أهل البلد الفلاني الكذائي بعضهم لا يزكون طبعا من الناحية الشرعية واحد مو مكلف بشيء لأنه ولو أكو هناك علم إجمالي ولكن العلم الإجمالي إنما يكون منجز للتكليف إذا كانت الشبه محصورة أما إذا الشبه غير محصورة يعني منتشرة بعض أهل هذا البلد أموالهم محرمة هذا العلم الإجمالي ما إلى أثار ذكروا ولكن من شدة تورعه كلما اشترى شيئا من الأشياء التي فيها الزكاة من ذلك البلد يعني حنط شعير تمور غنم كان يزكي يعني المعروف بين الفقهاء أن الزكاة إنما تكون في العين ففي هذه العين زكاة إما على نحو الإشاعة أو على نحو الكلية في المعين شبهة الإشاعة موجودة فكان يزكي ذلك الماء إذا يشتري لحم غنم من ذلك البلد كان يزكي لحم بقر كان يزكي لحم بعير كان يزكي حنط شعير تمور زبيب عندما تنقل لنا قضايا الأتقياء نشعر بالانشداد إليه الإعجاب الناس ماذا يتفاعلون مع أبي ذار أبو ذار صحابي من صحابة النبي الأعمى صلى الله عليه وعلا النبي عند أكثر من مائة ألف صحابي أكثر بكثير وأبو ذار رجل بدوي رجل طويل أسمر نحيف ولكنه ورعه الآن بعد ألف وأربعمائة عام عندما تنقل قضايا أبي ذار وورع أبي ذار وتقوى أبي ذار فوق المنابر تجدون الحاضرين يبكون انشداد أما زيد بن ثابت الذي ترك من الذهب ما يكسر بالفؤوس بعد ما كان هناك مجال ليزنوها كانوا يكسرونها ويدفعونها للورثة أي ذكر مائل أي واحد ما يدفع لهم إحنا كلنا نحب أن نكون أتقياء الشاعر يقول أحب الصالحين ولستم منهم وإن كان واحد هو مصالح ولكن يحب أن يكون صالحا ولو واحد ما يأدي نافلة الليل ولكن يشعر بالحني إلى أداء نافلة الليل هذه فطرة الله سبحانه وتعالى أو دعها فينا أنا قلت لبعض الشباب أنه أنتو عندما تمرون في الأسواق قبل كم يوم كانوا جايين وتأتي أمامكم امرأة متبرجة النفس تدفعكم إلى النظر وإلى الرؤية واحد عندما ينظر يشعر بلذة آنية طبعا ولكن بعد ذلك يعتريه الشعور بالانحطاط والتفاع يشعر كم هو التافح وكم هو حقير ولكن عندما يقاو عندما ما ينظر طبعا فيه ألم آني ولكن بعد ذلك يشعر بالإكبار يشعر باحترام ذاته يشعر بجلالة ذاته كم هو الفرق بين هذا الشعور أنه واحد يشعر أنه واحد حقير تافح وواحد يشعر في كمون ذاته أنه جليل وعظيم هذا أثر من آثار طاعة الله هذا أثر عاجل لطاعة الله وذاك أثر عاجل لطاعة لمعصية الله بقطع النظر عن الآثار الآجل هؤلاء الذين يجلسون أمام القنوات الفضائية ويطالعون الأفلام المنحطة بعد ذلك كما ينقلون يعتريهم الشعور بالضياء والإنحطاط والحقارة الآن نحن نحب أن ندخل في هذا الوادي وفي هذا الميدان ما هو الطريق وما هي الوسائل الجواب على نحو الاختصار نذكر ثلاثة أمور الأمر الأول أن لا يفكر الفرد في الحرام التفكير في الحرام هو الخطوة الأولى إلى التورط في الحرام بل فوق ذلك أن يحاول الفرد بقدر الإمكان أن لا يتصور الحرام ولو التصورات أمور غير اختيارية تهجم على الذهن بلا استئذان ولكن بقدر الإمكان واحد يتمكن يحدد هذه التصورات لماذا يقولون بعض العلوم الضالة المضلة لتقروها أكو بعض الأفراد طبيعتهم طبيعة التشكيك إلقاء الشبه أنت ذهنك خالي من الشبه عندما واحد يقعد مع واحد مشكك هذا المشكك يلقي شكوك وتصورات باطلة في ذهنك هذه التصورات خطيرة ما دام قام البرهان على حقيقة من الحقائق أنت عندك برهان كافي على تلك الحقيقة عندما تأتي شبه الشبه يمكن أن لا تزعزع هذا الإيمان أنت مقتنق أنت الآن قعدوا مع الذين ينكرون الواقعية أنت قطعا تؤمنون بوجود واقعية إذا إذا قعدت مع الذين ينكرون وجود الواقعية الذين يقال لهم السفستائيون ينكرون كل حقيقة وينكرون حتى وجودهم وينكرون حتى إنكارهم للوجود هؤلاء فرق يلقون شبهات في ذهن واحد نفس تصبح نفس قلق متأرجح النقطة الأولى عدم التفكير في المحرمات وبمقدار الإمكان عدم تصور المحرمات هذه الصور الذهنية إلها أمواج مثل ما تلقون حجر في حوض أو في بحر نحن لنظن أن هذه الصور الذهنية ما إلها آثار ليش إلها آثار إلها تموجات تموجات في داخل النفس تموجات في المجتمع إلها آثار وضعية الفكرة إلها آثار التصور له آثار الكتب التي تحتوي على تصورات خاطئ الأفلام التي تلقي تصورات خاطئ واحد ينبغي أن يبتعد عنها هذه هي النقطة الأولى النقطة الثانية أن لا يعيش الفرد أجواء المحرمات هناك فرق لعلكم لاحظتوا بين القوانين الوضعية وبين الدين القانون الوضعي ينهى عن الظاهرة الدين ينهى عن الظاهرة الظارة وينهى عن كل ما ينتهي إليها هذا فرق مهم لذلك الله سبحانه وتعالى يقول لا تقربوا لعل معنى لا تقربوا مو لا تعملوا واحد ليقرب ليكون قريب لعل معناه أن يبتعد عن المقدمات لماذا الفقهاء يقولون المقدمات مقدمات الحرام محرمة بالحرمة الشرعية والعقلية أو بالحرمة العقلية الدين لا يقول لا ترتكب الفاحشة فقط وإنما يحوط هذا الشيء القانون الوضعي يقول ارتكاب الفاحشة محرة مثلا ولو في بعض صورها انتهى قانون هذا القانون ما يمكن تطبيقه لأنه القانون يبيح لك أن تأتي وتأتي وتأتي إلى أن تصل إلى حافة الهوية يقول هنا نحفظ نفسك جدا مشكل واحد إذا وصل إلى حافة الهوية مو معلوم أنه يتمكن يتمالك نفس الدين يسد الطريق من البداية يقول لا تخلو بمرأة أجنبية إذا واحد خلاب بمرأة أجنبية ما الذي يحصل يتمكن يحفظ نفسه أو ما يتمكن مو معلوم حتى على ما أتذكر سألت من الوالد رحمه الله أنه واحد في مسعد كهربائي وأراد أن يصعد في هاي الأثناء دخلت امرأة أجنبية إشقد الفاصلة بين الطابق الأرضي والطابق الأول مثلا وفرضوا أربع ثواني هذا أربع ثواني يظل وحده مع هذه المرأة الأجنبية هل يصدق على ذلك إنه خلو بالأجنبية الوالد قال نعم أربع ثواني هو هذا محر لأن هاي الأربع ثواني تؤثر أثرها يمكن مرة ما تأثر مرتين ما تأثر ولكن مرة تأثر الدين يقول لا تخلو امرأة أجنبية الدين يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبت في موضع أو بيت يسمع فيه نفس امرأة ليست له بمحر هاي المرأة دا تتنفس شهيق وزفير هو هذا الصوت دا يسمع هذا الصوت انت شوفوا الجرائم الجنايات القتل الاختطاف الاعتداء من يبدأ من هذه النقاط حتى لاحظوا في الآية الكريمة الله تعالى يقول ولا يضرب بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينته المرأة اذا تمشي بالشارع تضرب برجلها حتى يتبين ان في رجلها اكو خلخة هو هذا الصوت الصور الذهنية تعلمون انه اكثر وقعا من الواقع الخارجي يعني احنا مثلا نسمع بطعام معين فد ظلال يكون لذلك الطعام في النفس ظلال اكبر من واقع بعدين واحد عندما يأكل يشوف الشيعة هو هذا صوت الخلخال تدرون شماذا يصنع في النفس اي تموجات يحدث اي تصورات يحدث ولا يضربن بعرجله لاحظوا كتاب العروة المرأة البنت الطفلة التي اتى عليها ست سنوات يحرم ان تضعها في حجر طفلة بالذات اذا ما يكون عندها رشد من الناحية البدنية حرام يحرم عليك ان تقبله لان هو هذا التقبيل يمكن ان يكون بداية جريمة يعني واحد ينتهي الى خط والعياذ بالله يتورط في محرم المحرم يؤدي الى محرم ثاني المحرم الثاني يؤدي الى محرم ثالث واذا بهذا الفرد في لحظة يتحول الى قاتل ذلك العابد ما تحول الى قاتل في لحظة ليش هذا من البداية اكو قضية مطولة حول ذلك العابد مذكورة في الكتب انه كيف كانت البداية هو في البداية رفض ذلك العابد ولكن الشيطان قال له هاي الخطوة الاولى خب ما به اشكال تعالوا عدوية هذه المرأة هاي المرأة وحدها خطيئة هاي الخطوة الاولى كانت ربما ما كان يخطر في بال الشيء ولكن هذه خطوات لا تتبع خطوات الشيطان اذن النقطة الاولى ان لا يفكر الفرد في الحرام النقطة الثانية ان يبتعد الفرد عن اجواء الحرام ومقدمات الحرام حتى لا ينتهي الى الحرام النقطة الثالثة ونختصر فيها ان يحاول الفرد ان يوجد في ذاته ما نعبر عنه باحتياطية تقوى المراكب تمشي في البحر في الاجواء الطبيعية ولكن عندما تهب العواصف الثقيلة المراكب القديمة كان عندهم اثقال كانوا يلقونها في البحر حتى تحفظ توازن المركب هذا احتياطي هذا الاحتياطي لا نحتاج اليها في الوضع الطبيعي ولكن نحتاج اليه في اوقات العواصف صلاة الليل مواجد طبعا ولكن صلاة الليل تمثل احتياطية تقوى صلاة الليل وين تنفع مضافا الى معطياتها الكثيرة واحد عندما يتعرض لظرف استثنائي صلاة الليل اهناك تمده قراءة القرآن النوافر المستحبات الحاج العمر زيارة الامام الحسين صلى الله عليه هذه كلها تخلق في النفس احتياطيا هذا الاحتياط يحفظ الفرد في الأوقات الاستثنائية هذه هي النقطة الثانية ما هو الطريق للتقوى النقطة الثالثة والأخيرة معطيات الورع عن محارم الله معطيات الورع أم محارم الله كثير ومن هذه المعطيات العناية الإلهية الورع بمختلف مستويات الذنوب لها آثار المعاصي لها آثار بعض العلماء يقولون حتى المخالفة لها آثار وضعية حتى المخالفة احنا عدنا فارق بين المخالفة وبين المعصية ما هو الفارق بينهما المعصية يعني واحد يقدم على محرم وهو يعرف أنه محرم هذا يقال له معصية المخالفة واحد يقدم على محرم واقعي وهو جاهل بأنه محرم بعض العلماء يعتقدون حتى هذا إلى آثار وضعية في بعض المصاديق هذا واضح من شرب الخامر وهو جاهل بأنه خامر تصور أن هذا عصير فشرب منه جرع قال إلى آثار وضعي لو ما إلى آثار وضعي نعم إلى آثار وضعي شرب الخامر ولو لم يكن عن عمد آثاره الوضعي ذهاب العاقل المحرمات لها آثار وضعية يقال أنه جاء طالب علم إلى النجف الأشرف وكان ذكي بقي مد في النجف ورأى أنه لم يستفد شيء كل ما كان يقرأه كان ينساح وأكو في الشعر المعروف شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وعلله بأن العلم فضل وفضل الله لا يؤتاه عاصي طبعا أكو فرق كبير بين من يعص الله ومن لا يعص الله حتى التفكير أن تقارنوا فردين واحد تفكير ملوث واحد تفكير نظيف هل هل يعقل أن فضل الله سبحانه وتعالى يكون على نمط واحد بالنسبة إلى هذا طبعا في ذلك الحديث لولا أن الشياطين يحومون حول قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات والأرض لعل الحديث بهذا الطبعا مؤثر التلوث حتى القلب هذا مؤثر في الحرمان من الفضل الإلهي هذا الطالب بقي مدة في النجف شوف مدى يستفيد المعلومات التي قرأها الفقه الذي قرأه ينساه ففكر أن بقاء بالنجف ما بفايد وقرر أن يعود إلى بلده جاء إلى مرجع التقليد وودعه مضمون القضية مرجع التقليد قال لماذا تريد أن ترجع قال لهذه القضية قال الطعام الذي تأكله من يطبخه لك من يطبخ هذا الطعام قال أنا أطبخ الطعام قال اللحم الذي تأكله ممن تشتريه هذا هذا اللحم الذي تأكله يمكن أن يكون لحما محرما وهذا أثر الفكرة لها أثر الاعتراض القلب على الله له أثر هذه حالة كثيرا ما يبتلى بها الأفراد الاعتراض على الله في مجال التكوين أو في مجال التشريع يعني واحد ابتلي بمشكلة دائما في قلبه حتى إذا ما يظهر يقول يا الله ليش ابتليتني بهذه المشكلة يكون غاضب على الله سبحانه وتعالى كثير من الأفراد يبتلون بذلك في القضايا التكوينية أو في القضايا التشريعية أكو حكم ما يعجبني أكو بعض النساء أو بعض الرجال ما يعجبهم بعض الأحكام أكو في الآية الكريمة فلا وربك لا يؤمنون إلى أن يقول ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت حتى هذا الحرج ليش الله شرع هذا الحكم يا ليت ما كان هذا الحكم الآن أمواج التجدد تضرب بعض الشباب المتجدد ليش هذا الحكم الله شرع حتى حتى هذا في قلب هو هذا الحرج الخفيف هذا مؤثر هذا يسلب الإيمان الآن لا 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 الإرادة التكوينية ولا على الإرادة التشريعية واحد يعترق هل يعقل أن فضل الله سبحانه وتعالى يكون بالنسبة إليهما على نسق واحد أنا أقرأ لكم رواية وأختم بها الموضوع حتى نشوف نعيش في أي عالم دقيق الله عجيب عمله أوانينه بمنتهى الدق الآن الأطباء عشرة آلاف عام يعملون على هذا البدان ولم يكتشفوا دقائق هذا البدان إلى الآن دقيق إلى أبعد كل فكرة كل خاطرة طبعا واحد بمقدار الإمكان يجب عليها أن يحاول ينبغي أن يحاول أن يطهر ذاته يمكن هاي الفكرة تأثر في ذريته فإعتراض على الله سبحانه وتعالى يمكن يأثر أقرأ لكم هذه الرواية هذه الرواية مذكورة في كتاب مكيال المكارم من الكتب الجيدة النافعة التي أوصي جميع الأخوة بقراءته جدا كتاب نافع ينقل هذه الرواية طبعا لعله بعض ما يتحملون هاي الرواية الرواية ينقلها عن تفسير العياشي وفي بحار الأنوار أيضا ينقل هذه الرواية عن تفسير العياشي سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أوح الله إلى إبراهيم شيخ الأنبياء عليه وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام أنه سيولد لك عمر إبراهيم مش قد كان في ذلك الوقت في وقت البشارة بعض قائلين مية وعشرين عام كان عمره بعد مية وعشرين عام القرار أن يولد له ولد من زوجته سارة فقال لسارة هذا الخبر نقله لسارة من هي سارة سارة مو إمرأة عادية سارة امرأة ولدها الأنبياء من ذرية الأنبياء سارة مو إمرأة عادية سارة امرأة هي زوجة نبي من الأنبياء العظام زوجة إبراهيم الذي يعيش مع إبراهيم هذا يختلف عن الآخرين كل كلمة منه يجب أن توزن بميزان كل فكر منه يجب أن توزن بميزان فقالت أألد وأنا عجوز عمره هش قد كان تسعين عام كما يقول بعض المفسرين وعمر إبراهيم مية وعشرين عام ماذا كان هذا الكلام منها هل بعنوان استفهام هل كان إنكارا للقدرة الإلهية طبعا نجلها عن ذلك إذا الآن الله سبحانه وتعالى عبر نبي من أنبياء يقول أنا أخرج لكم من هذا الجدار ناقة بتعجب الله قال لأولئك من هذا الجبل يخرج تخرج ناقة وفصيلها الله ما يقدر في دعاء الصباح وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا أصلا بحث العلية والمعلولية فيه بحث متشابكون معقد أنه ما هي العلاقة بين العلل والمعلولات وهل هناك علاقة بين العلل والمعلولات أو أن الله سبحانه وتعالى يخلق المعلولات عقيب إيجاد العلال شنو الربط بين الماه العذب والصم الصياخيد شنو الربط بين هذا القرص المعين وبين الشفاء هل هناك توليد يعني أن هذا القرص يولد الشفاء هذا بحث معقد متشابك إنكار لقدرة الله شنو المانع أن امرأة عجوز تلد هل ننكر قدرة الله سبحانه وتعالى هل كان تعجبا من أمر الله سبحانه وتعالى هل كان استيحاشا من أمر الله سبحانه وتعالى فالمرأة عمرها مئة وعشرين عام وإذا جيرانها جاراتها يفتهمون أن هذه حملات تصبح حديث الأندية وحديث النسوان وحديث الرياجي شنو كان هذا الكلام منها إنكار نجلها عن ذلك تعجب ما هو التعجب أكو تعجب من أمر الله تعالى استثقال حرج بالنتيجة بالنتيجة هذا الكلام ما كان ينبغي أن يصدر منها لا نقول أنه كان محرم ولكن ما كان ينبغي الفكرة الخاطئ ينبغي أن لا تخطر في البال إذا خطرت في البال يمكن أن يكون لهذه الفكرة آثار وضعي منا إلى متعة فأوحى الله إليه يعني إلى إبراهيم إنها ستلت أمر الله حتم مقضي ويعذب أولادها هذه هي الآثار الوضعية هذا الشيء اللي لعله البعض ما يتحمل يعذب أولادها الأولاد يعذبون بكلمة من الأم نعم هذا بالقرآن موجود الله تعالى يقول وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خاف عليهم إذا أردت لا يظلم أولادك لا تظلم أولاد الناس هذه آثار وضعي هذا قرآن وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خاف عليهم فليتق فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا يمكن الإبن يعذب بفعل الأب بفعل الأب إذا أكل طعام غير مناسب ما يأثر في أولاده من الناحية التكوينية ليش يأثر من الناحية الطبية بعض الأفعال لا تؤثر في الأولاد ليش تؤثر فما المانع عنه أيضا هذه الأشياء المعنوية أيضا تكون مؤثرة إنها ستلد ولكن يعذب أولادها بردها الكلام علي لأنها ردت الكلام على الله الاعتراض على الله وفي مقابل هذا وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا في الرواية عن الإمام الصادق إنه كان بينهما وبين ذلك الأب الصالح سبعة آباء ولكن شوفوا صلاح ذلك الأب وين يأثر الله سبحانه وتعالى أفاض على هذين الغلامين اليتيمين كنزا ماديا ومعنويا الكنز المادي انتهى ولكن الكنز المعنوي الآن باقي ألوف الأعوام لعله الآن من ذاك الوقت إلى الآن تمر ألوف الأعوام ويبقى هذا الكنز المعنوي لعله إلى يوم القيام لصلاح الآن نحن في عالم مليء بالمعادلات الدقيقة الفكرة لها أثار لا تقولون أباوع هذا الفيلم هذا الفيلم ما إلى أثار هذا الفيلم جدا خطير هذا يمكن أثري يأثر في أولادك إلى مئة عام بعد لا تقول أطالع هذا الكتاب خطر حتى إذا ما يكون محرم من الناحية الشرعية مطالعة هذا الكتاب فرضا ولكن إلى أثار كل شيء عنده بمقدار الله تعالى بنى الكون على أدق المعادلات ونحن يجب علينا أن نخضع أفعالنا وأقوالنا وحتى أفكارنا ماذا نفكر للملاحظة الدقيقة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي نيرا 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 ترجمة نانسي قاتل نيرا ترجمة نانسي قنقر